إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله تمكن الفريق الجراحي المختص بحمد الله من فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض وذلك بعد عملية جراحية معقدة سارقت 16 ساعة نفذت على 9 مراحل وشارك في العملية 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية وأوضح معادل المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أكد في تصريح صحفي أن هذه العملية تأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله وتعد الرقم 59 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة مشيرا إلى أن العملية تمت بسلاسة كما خطط لها ومرت بعدة مراحل شملت التخدير والمناظير والتعقيم وفتح الجراح ثم فصل الكبد وفصلها مع الغليظة والدقيقة وفصل الجهاز البولي والتناسولي والتداخلات التي بينهما ثم جرت عملية الاستفادة من عضلات وجلد الطرف الثالث المشوه على يد المختصين بجراحة التجميل بعدها تم فصل كل من حسن وحسين في سرير مستقل لكل واحد منهما لأول مرة في حياتهما وذلك بعد مرور 12 ساعة على بداية العملية ثم بدأت بعد ذلك مرحلة الترميم وشمل الترميم الجهاز الهضمي والقولون والجهاز البولي والجهاز التناسولي وبعدها تمت عملية إقفال الجراح ثم نقل التوأم إلى وحدة العناية المركزة للأطفال في سريرين منفصلين وقد رفع الدكتور الربيع الشكر والتقدير والعرفان باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي رفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للسعود وسموه ليعاده الأمين حفظهم الله على هذا الإنجاز الطبي الكبير والعطاء المتواصل وأكد معاليه دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص والذي لم يكن يتحقق لولا الدعم ألا محدود الذي يلقاه من لدى القيادة الرشيدة حرسها الله مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الطبي يترجم الشعور الإنساني النبيل للقيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الخير للإنسان أينما كان كما يعكس التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة ورفع جودته وكفاءته كما تقدم بالشكر لأعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم وعطائهم المستمر التي كان لها الأثر الطيب في هذا المنجز الطبي الذي يسجل لهذا الوطن ومهنئا والدة التوعم والشعب التنزاني الصديق بسلامة كل من حسن وحسين سائلنا المولى عز وجل لهما دوام الصحة والعافية وأن يستمر الإنجاز في وطننا العزيز وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان وعبر سفير جمهورية تنزانيا لدى المملكة علي جابر مواديني عبر عن شكره وامتنانه الكبيرين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالله عزيزة للسعود وسموه ليعاده الأمين حفظهما الله ولأعضاء الفريق الطبي والجراحي لإجراء عملية فصل التوعم السيامي التنزاني مبينا أن المملكة لها أياد بيضاء مشهودة على كل المحتاجين في العالم ومشيدا والحديث للسفير التنزاني مشهدا بالتطور لقطاع الطبي السعودي الذي بلغ مستويات دولية مرموقة متمنيا الشفاء العاجل للتوأم وأن يعودا لتنزانيا في أقرب وقت وهما في أتم صحة وعافية وقدمت والدة التوأم من جانبها شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وسموه ليعاده الأمين حفظهما الله على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما منوهة بما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير مقدرة حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتها في المملكة وهذا المنجز الكبير ووصول البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة ووصوله إلى الرقم 59 من العمليات عمليات فصل التوائم السيامية على مدار ما يقارب أكثر من 30 سنة من التمييز من قبل الفريق الطبي السعودي الذي يشرف ويجري عمليات فصل التوائم السيامية للعديد من الحالات ووصولها إلى رقم 59 وهو الرقم الاستثنائي بل الإعجازي في العالم الطبي وصنع بأياد سعودية وخبرات سعودية وبدعم لا محدود من قبل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالله عزيز وسموه ولي عاده الأمين والاهتمام الكبير بصحة الإنسان أولاً أياً كان ومن أين ومن أي عرق ومن أي بلد وهذا ديداً المملكة العربية السعودية والذي تعودناه من سنوات طوال وهي تقدم الخدمات الإنسانية بلا كلل ولا ملل وبلا منه على كل من تقدم له الخدمة العديد من الخدمات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية وبلا انتظار لأي شكر أو لأي أثر رجعي لهذه الخدمات المملكة العربية السعودية تحرص دائماً على أن الإنسان أولاً من خلال إقامة وتنفيذ العديد من البرامج الإنسانية والخدمات الطبية حول العالم ومساعدة المحتاج في كل أرض وفي كل مكان أي أن كان دينه أو عرقه أو أي أن كان مكانه هذا الاهتمام الكبير بالإنسان تجسد في عمليات فصل التوائم الملتصقة ووصول البرنامج السعودي لتسعة وخمسين عملية بحمد الله تكللت بالنجاح في الأعوام الماضية وتستكمل هذه المسيرة بإذن الله في السنوات القادمة